عزيز المشاهد هو صاحب بصمة ومشوار طويل في الغناء والتلحين والتمثيل والإنتاج أيضاً سجل أكثر من ألف لحن و13 فيلماً سينمائياً هذا غير المسلسلات والمسرحيات له مكانة كبيرة جداً في قلوب المشاهدين وبين نجوم الطرب يسعد البرنامج أن يستضيف في هذه الليلة النجم الكبير المبدع محرم فؤاد نفتح معه اليوم ملف بعض الذكريات والحكايات ترجمة نانسي قنقر 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 لأن إحنا لاحظنا أستاذ عبد الحليم حافظ كان قسم عزف وكان بيعزف أبواه وتلع مطرب الأستاذ كمال الطويل كان قسم أصوات وغناء وكان بيغني وتلع ملاحن حضرتك بقى بتجمع بين حكتين التلحين والطرب في حضرتك كنت قسم إيه؟ كنت قسم أصوات قسم أصوات آه سلفج آه كان كل اللي بيشغلني أن أنا أتمرد سلفج آه أنا إلى جانب ذلك تعرفي أن فيه حاجة مهمة جدا أنا كنت أحفظ كل حاجة بتتغنى الراديو كله ما شاء الله وكل البيعين اللي بينادوا على الأشياء في الأحياء الشعبية آه كنت أحفظ لهم كل حاجاتهم مفيش ولا بيع نقدر نسمع أي نداء لي يعني في برنامج يبقى صدق لنا نسمع محرم في وقت كده بيقول لنا أي نداء يعني أنا مثلا بلحنت غدارين لحنتها من حاجة متأثر بيها من واحد كان جميل جدا كان شخصية أولا كان رجل في غاية الصحة أو يعني الصحة آه كان صحية قويسة جدا آه يعني يلبي صبيض خالص آه وجوانتي أبيض زادة كتر آه ويقطع الحلويات دي آه إزاي وكان بيبيع حاجة غريبة جدا إلى جانب الحلاوة العسلية آه كان يعملها كده على المصمر آه ويمطها آه ويقطعها ويلفها آه ويبيع معها السكر النبات والزبيب كمان آه طبعا يعني كله حلو في حلو جميل وهي دي الحاجات اللي بتحل الصوت آه صعوة السكر النبات معروف فكان بينادي وهو كان بسنة ذهب يعني شوفي شخصية ماشي قادر تنسها وشعره جميل جدا الله يشبه قوي قوي أنا رواجدي الله كان يقول إيه أستاذ محالو كان يقول إيه الوية بتعريفة زبيب يا ملبان الشاب يا عينب الله كنت أزيزة اللي هياوي والله كنت أشبه قوي ويسلطة الوية بتعريفة زبيب يا ملبان الشاب يا عينب اللي عرفت انت بتعرف تمسي لأساس محال رب إن عندك شدة ملاحظة في كتير أوي حاجات كده أنمات كثيرة جدا مين نمط تاني ما تنسهوش مين نمط في البيعين لا في حاجات تانية خالص في مثلا واحد باص خالص أو فجوت عارفة الفجوت آه فجوت أبسط عريض حاجة واحدة اللي هو بدربو لا اسمه إيه بازوكا البدربو من المصاص ده عارفها المصورة اللي فيها الحتة دي اسمها البازوكا ده كان بيبيع فلفل فلفل إيه أخضر فلفل أخضر حامل شو بيه واحد متقصص بالفلفل أحمر ده كان صوته زي البازوكا بالميلي كان عارفة يقول إيه عارفة يقول إيه فلفل حلو حامل فلفل والله غالب فلفل أحمر فلفل حلو حامل فلفل فلفل حامل حلو حامل فلفل الله فلفل حلو حامل فلفل آه إزاي انت لقطها أساساً ده حتى هي مشهد بيه آه لا أنا لو شفت أي بيعا لحد النهاردة لازم لازم أقول له قول كمان سمعني واروح مطلع مديله بتاع الترمس طعب العزيز آه كل ده هي دي هي دي مدرسة المزيكة ومدرسة الفلفل سقلتك يا أساس محارفة هي دي عملت حاجات ما بتنساهاش وبعدين بتنساهلي ها طيب وإيش دخل غدارين بالنيدة ده الروح آه الروح الروح نفس الإغنية آه إنها بتبقى كده يعني أنا مش مثلا عشان حافظ ده آه وما عملت الغنوة منه لا لأ لما نعرفها بالصدفة لما الغنوة طلعت آه قلت أنا لا لأ ده أنا متأثر بحاجة إيه هي فلقيتها هي الحاجات دي خلاف كبير حدث بينك وبين المشقر بليخ حمدي وأعتقد إنه السبب كان آه على كلمات أغنية وألحانها يعني أغنية كنت حتغنيها أو غنتها بالفعل لأنه أستاذ بليخ حمدي قال آه إنه مش موافق على غنائك لهذه الأغنية ولكن أكدت حضرتك بالمستندات إن بليخ حمدي تقاد منك حق أو تمنت الحين هذه الأغنيات إيه أغنية واحدة ولا أكتر ولا إيه أنا مش عارف أنا كان في حاجة فيها هو كان سحب مرة من مكتبي تنازل عن بعض الأغاني كان مقلب ولا إيه؟ طبعاً كان هو هو كان غاوي يعني يعمل حاجات كده وكان له طبعاً حاجات كتيرة إلى جانب يعني أنه هو من العزماء طبعاً ومن العباقرة إنما كان له في تصرفاته كده حاجات عيالي ده من صغر يعني أنا أنا فاكر مرة وإحنا صغرين خالص بيسألني بيقول لي فاضل معاك كام بعد ما يصرفنا حق الفرح اللي كنا عاملينه أنا وصلاع الرم وهو وميشيل ولطفة على الحميد وفرق سعى القلبة صداقة قديمة بداية آه معناه اشتغلنا سوا كتير قوي في كل المجالات دية آه مع بداية فرق سعى القلبة كان مكان اتنفارين ثلاثة كمان فمرة بيسألني وكتان اللي مزك الميزانية بتاعت الفرح وكانت تلاتين جنيه وصرفنا كل دينا للعوالم ودينا المسخيين وفاضل كان معايا خمسين قرش ففاضل أنا وهو بس قدام بيتنا كويس بيت والدته وأنا بيتي قريب من في أول شبرة كويس وبيقول لي معاك كم فاضل كان معاك وقلت له خمسين قرش آه قال لي يعني ايه قلت له يعني خمسة عشرين قرش وخمسة عشرين قرش لايه آه قال لي طب هاتب ما فكها وديلك فبدته له سلامة نية خدا وجري ويه فهو كان غاوي يخطف فالمهم ان يعني دي كانت حاجات طبعا يعني هو كان له طبعا طلباته وكان يحب يبقى له لانه هو مش بس بليه في ناس كتير جدا في الوسط الفني بتاخد الفنان بالأضواء بتفتكر اني شهرة الفنان دي قيمة مادية ايه يبقى عايز مثلا لو انت الكبت عربية نفسه جبيله عربية بدم انت بتغنيله ألحانه حاجات كده يعني فهو بليه لغ في اللعه دي حاجات كثيرة جدا يعني ولو خلافات يعني لكن انا مكنتش بختلف معاه للنهاية لان انا عرف ان حضرتك يعني غنيت لباليخ حمدي مجموعة كبيرة جدا اه طبعا والحان النكحة اللي قسرت الدنيا يعني يعني فما اعتقدش لانه في بعض الاقاويل قالوا ان ده سبب خلاف وتوتر العلاقة بين محرم فؤاد وباليخ حمدي هل كان ده سبب لا 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 هي اسباب اسباب يعني ما تستمرش قطع العلاقات فيها اخطر من مثلا شهور يعني ولازم لوحدنا نرجع كده بدون بدون اه بدون مقدمات اه ما اعرفش العتاب انا طبيعتي كمال على فكرة اه انا ضد ما اعرفش العتاب على فكرة هو مشهور عنه الحكاية دي حدرتك برده نفس الحكاية هل ده لصداقتكو بقى فيكو طباع احيانا من بعض اه احنا كلنا يعني طبعا طبعا كان صديق حنيم اه لدرجة كبيرة جدا جدا اه اوي يعني اه بس خلافاته بقى مع عبد الحليم حافظ اكتر اه ما احنا سمع قعدوا سبع سنين متخصمين قبل ما يتوفى بالحليم ما انا فكرة لما الاستاذ محمد الموجي عمله قريقة الفنجال وكان يهزو بالسوز الموجي وبالحالة لسوز الموجي الله ارحمه قال لا قال الحكاية دي اللو لما كان هو يتعله هما سوا باختصار شديد جدا ايه الخلافات بين الملحنين اه والمغنيين اه اه هو تعود على كده اه رمض المناسبة الاستاذ بليه حمدي انا يعني اعرف انه في قصة كده بعد نجاحك المبهر اللي حصل في حسن ونعيمة اقترح عليك انك تغير البدلة وتلبس جلبية بلدي وطاقية وقال وقالك انه صاحبك فرقة آلات موسيقية شعبية وانك تطوفوا بقى بيها البلاد وكده وانك هتبقى مليونير لو عملت كده الحكاة دي حصلت ولا لأ وقال كده الحد وهذا الحد الحد ده مين تصرع مين الحد بس والله ما اعرفش بالتحديد ولكن حد تصرع في الموضوع ده وكتبه في احدى الجرائد يعني طبعا دي تقليعة وهزار هو بقوله عزيزين كان قال اعجابا بالنجاح ده انه يستثمره عارفة لو كان قال مثلا ويغني فرنساوي او انجليزي كنت اقول بليغ بيفكر كويس بليغ ما كانش له دعوة بالحاجات دي ولا كان يعرف يفكر في حاجة ابدا غير الالحاج غير الالحاج بس كان عبقاري نغم وتركيبة موسيقى بليغ حمدي لا يمكن يعني يتقال عنها اي دفوع كله ناجح كل ما زجته ناجحة يعني بليغ موهوب كان من صغره ولما ابتدى يمارس مونة التلحين بعد ما ابتدى يغني وهو غنى في الاول وانا امتحنت مسكتله العود وامتحن قدام شجاعي كمطرب اه مطرب وانا اللي مسكتله العود وقال كل ده كان ليه كمان اه كمان يعني اه وامتحن ثلاث مرات لحد ما قبل اه يعني سقط اه وانا كنت دايما اقول له انت جواك ملح اه وصلاع الرام يقول له كده برضه اه انما هو مصر يبقى مطرب يغني مش كده اه يمكن دا يرجع لاني مش عارف شيء عن ماضي حياتي انسى الماضي وحيش في الحاضر مستقبلي انت يا عيتاب لاني ملكك عيتاب ها مشيتي ليه ما كنتش قلتلك حاجة زعلتك لو كنت ازعل من العالم كله منك انت كلمة ازعل اه تفرحني استاذ محرم يعني حضرتك بتقول تعتقد انه يعني كل شخصية لمعة ونجحة زي حضرتك زي الاستاذ عبد الحليم زي كده بيبقى لهم ميزة خاصة بهم سبب هذا البريق يعني لما تيجي تحلله بقى بنقول مثلا محرم فؤاد سبب نجاحه او تمييزه في حتة ايه عبد الحليم سبب تمييزه في ايه ان احنا شفنا انه في نفس موجود عبد الحليم في عبد الحرم فؤاد يعني اقطاب موجودة في وقت واحد فازاي بقى مميزين ومنفصلين ايه الميزة اللي في عبد الحليم وايه الميزة اللي في حرم فؤاد الله هي يعني مميزات خلقها ربنا سبحانه وتعالى في شخص وشخص اخر دون غيره طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيغضك على الكل بالخيرات وبالمواهب والى جانب عبد الحليم في مواهب كثيرة جدا تذكر وحناجر جميلة جدا طبعا في كثير كثير جدا امثال مهر العطار امثال احمد سامي ايه امثال عاد المأمون امثال التلباني يعني دول وفيه برضه اصوات فسكندرية زي اسامة راقوف طبعا احنا قلنا كمال حسني وقلنا فيه اصوات ممثلة كتير جدا يعني وممتزين ايه وفيه اصوات كثيرة الى جانب كل ده اصوات جميلة جدا لما نقعد نعدهم نلاقيهم سادي اسماعيل السيد حمد عبدالطلب عبدالصروجي يعني كرم محمود فوق الناس دي عبدالعيز محمود فوق الناس دي في الدرجات وبعدين تعالي بقى الأستاذ أنديل اللي هو أساسا أول عبدالحليم مفكر يغني سجل اسطوانة في شركة اوديون بتاعة الأستاذ أنديل اللي هي يا رايحين الغريب اللي هي أول أغنية تشتهر غني يا رايحين الغريب عمال أول أغنية تشتهر للأستاذ أنديل وكانت أغنية علامة من علامات الأستاذ أنديل حتى الآن من أعظم أغنياته طبعا يا رايحين الغريب ففن الطرب عندنا يعني كان كان فيه فنانين كتير وكل فنان أنا ذكرت اسمه يختلف عن الآخر أستاذ محرم الغناء في الملاهي سواء كان في لندن أو في بيروت أو في باريس أو غيرها هل ده كان محطة أساسية لابد أن يعبر منها محرم فؤاتي هذه أساسيات حياتي وبداية حياتي أساسا كانت كده العمل شرف طبعا حتى في شارع الهرم حتى في أي بكان لأن الناس زبها إيه اللي عايزت تسمع أي مش لازم كل واحد عايز يسمع عليه يبقى الخدوي بس يبقى يعد على لا طبعا على كرسي العرش عشان أنا غنيت لكل الملوك لجميع الملوك العرب أنا بغني في كل مجال وفي كل مكان ليه؟ لأن العمل شرف في أي مكان إن شاء الله صوان معمول في حارة صغيرة ما تتفضل نوع تساوي أستاذ محرم اسمح لي أخش في نقطة يعني حساسة جدا وهي عزيزة علينا كلنا إنه في سنة 64 بالتحديد بدأت بعض الصحف تقول إن حضرتك مهدد بفقدان صوتك هل ده خبر كان صحيح ولا كان ادعاء من بعض الصحفيين؟ لا أنا فقدت صوتي فعلا فقدت بفقدان آه إزاي بقى؟ وكان سببه إيه؟ والله كان سببه الإجهاد الفني آه ما كنتش أعرف طبعا أنا عرفت بعد تسعة تشهر من العلاج في سويسرا يا يا حضرتك عرفت تسعة تشهر عرفت الأسباب آه عرفت الأسباب يعني بعد ما عندنا شهر السادس آه وإحنا بندور على الأطباء اللي يعرفوا إيه اللي عندي آه قصة طويلة عريضة بقى الأقاويل بقيت تقول إنه إنه حد من المعجبين وإنت مهتبت شدي قالوا كتير وإتكاد أفو جريز آه أنا لميت كل ده وعملته فيلم على فكرة آه اسمه ولدته من جديد آه قصتي أنا اللي كاتبها آه عملتها في لبنان آه عن حكاية ضياع صوت فنان وأكذا آه أنا فقدت صوتي بأن الحبلين عندي آه واحد منهم آه آه حصلوا ارتخاء آه شلل يعني آه فما بقاش الحبلين يشتغلوا آه فبقى الصوت ما يطلعش آه يبقى يقطع آه طبعا لا بيلطلعش وما يعرام ما دارش غني آه ما دارش غني آه آه ولا زبزبة في الصوت آه فطبعا بعد كل الشهور اللي فاتت دي آه وبعد ما وصلنا للاختصاص آه كنا تقريبا وصلنا لحوالي 11 طبيب آه مختلفين في الأراء لا مختلفين في أنواع العلاج الطبي تخصصات آه أستاذ محارم تقول لنا إيه آخر أخبار كتابك اللي سمعنا عنه إنك بتكتبه عن مشوار حياتك؟ إيه آخر أخباره؟ والله هو لسه في الربع الأولاني في الربع الأولاني في الربع الأولاني ويمكن أقل من الربع كمان كمان أقل من الربع؟ أقل لا ليه؟ بطيء ولا حسب مزاجك ولا إيه؟ يعني هو متعب متعب لأن بسجله بصوتي بصوتي فبتعب الله فسجلت مثلا لحد دلوقتي ستاشر فاصل ستاشر فاصل وكل فاصل نص ساعة حياتك ثارية جدا أستاذ محارم ما وصلتش لسه لبداية اشتغالي بالسينما لسه؟ لما جبت الأجندات اللي أنا ابتديت بقى مما ابتديت أشتغل في السينما ابتديت أتنظم ابتديت يبقى ليه يا بيت؟ بدل ما قلت عايش في فونسيون حياة بقى ابتديت أدون بقى ويبقى كل سنة بسنتها أجندة كويس فجبت أول أجندة اللي هي بتاعت سنة ألف وتسعمائة وستين دخت لما قريتها دخت فروحت قفلها تاني وقلت استنى ما تفرغ عايز أتفرغ إزاي؟ لو كان ربنا يديني يبقى عندي ياخت ياخت فضي شمعنا ياخت ياخت فضي علشان ألاقي هوا حلو وألاقي راحة إلى حد ما نفسية جبنا وأنا مرتبط بالبحر والرملة والأمر عشان أنا برج السرطان اللي هو الكابوريا عائلي جدا الكابوريا وتتأثر بالأمر من أول ما يطلع الإلال لحد ما يختفي الأمر تبتدت كأة بجيني لحد الإلال ما يطلع فلو أنا عدت في الياخت ومعي السوق بتاعي والمساعد وطبعا السكرتيريا السكرتيريا الكويسة واللي عيوكلني واللي يشربني وأتفرغ لأن عارفة كل حاجة عايز أتفرغ هل المطرب لازم له أوقات كتيرة يعد في الجو ده أو في الخلاء؟ يعني عنده حساسية مثلا للضوضاء ولا يحب السخب ويحب الحياة أكتر؟ يحب كل حاجة يحب كل حاجة ده أنا يعني أو اللي عايز يبقى يعني يعني يبقى إيه يبقى في متناول إحساساته كل شيء إلى حد ما مش هنطمع ونقول كل حاجة لأن الإنسان ما بقدرش ياخد كل حاجة مفيش كلام مش عايز الكلام الإنسان لازم يحب كل حاجة ولازم يبقى ملم بكل حاجة ولازم يبقى عنده فكر يعني أنا مين صنع حياة محرم فؤاد الفكرية؟ عمالقة الأدب توفيق الحكيم يوسف السباعي العظماء دول يعني العقاد أنا حضرت جنازة عباس العقاد العبقري الراجل العظيم ده أسوان كمان روحت له وراء أسوان أمان تقرأ له أستاذ محرم تقرأ للكتاب دول ولا أعاداتك معاهم وغنائك فيه فيه اللي ملم بيه بالدراسة بالقراءة وفيه اللي أنا عشرتهم عشرتهم فيه توفيق الحكيم عشرته كويس التابعي محمد التابعي ده رجل عظيم أعطاني الكثير من الفكر في جلسات خاصة ورجل العظيم جدا كان جاري في الزمالج كنت أنا أروح أجيب له الأدوية أما سافر برا فكنا نتبادل الحديث بقى ويا ما قص علي أحلى الخصص يعني بس أنا ما كنتش بقول لحد أنا أول مرة على فكرة باعترف على نفسي بحاجات أنا مخبيرة حاجات جميلة أنا مخبيرة ولو أنك بخيل شوية برضو في الحكايات إلا أنا بنحاول نقتنس أي شيء يعني فالإنسان لازم يبقى يعني كده أنا دراساتي كمان يعني متبحرة إسلاميا الحمد لله وقارئ جيد جدا جدا في السيرة كلها ومن أول سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني ما شاء الله فتلاقيني يعني ملم بحاجاتك بحب التاريخ قوي قوي يعني أستاذ محرم يعني أنت بتقول إن أنا بحب أعيش في كل حاجة وبقى ملم بكل حاجة ولكن أكيد محرم فؤاد النجم اللي إحنا بنحبه وشايفينه ومتقلق أكيد لي حالة خاصة يعني يشعر أنه سعيد في البحر يشعر أنه سعيد في الريف يشعر فين بقى محرم فؤاد يحب يقعد مع نفسه ويبقى مبسوط وحاسس بسلام يعني راحة نفسي على البحر على البحر أه ويا سلام لما يكون الأمر طالع البحر والأمر طالع أه أحلى لعظات حياتي طب ده كويس ده حالة فعني أقولك مفيش لحظة كنت قاعد على البحر جالك لحن معين أو جاتلك جملة معينة لحنتها في اللحظة دي جملة كثيرة جدا يعني أنا لو مشيت بس كده على شط البحر ألاقي جملة موسيقية غريبة جدا بتستلهمني ممكن حاجات يعني أتمسك بيها وأرجع نفسي فيها وأول ما أرجع البيت أكتبها وأسجلها وممكن حاجات تطير واللي بيطير كتير اللي بيطير بصراحة ليه عشان ما بتطيره إنما ده بيسعدني لأنني بحس إن فيه عندي في خلايا فكري أو أو مخ يعني يعني مدعبات فنية جديدة وحديثة لأن بسمع بيني وبين نفس جمل غاية في الروعة بيبقى ده الوجدان اللي أنا بقول عليه لأن الموسيقى والألحان بالوجدان وليست بالودان الله حلو التعبير بالوجدان وليست بالودان حضرتك تعرضت لحادث سيارة مؤسف كده يعني سمعنا عنه وخلاك في ضل شهور في الجبس أولا الحادث ده حصل إزاي وهل كان ليه تأثير على نشاط حضرتك؟ آه طبعا كل ما يعني بدام تجنبت شهور في عدم ممارسة الفن العمل بتاعي يعني العمل المضني بتاعي اللي أنا اللي أنا يعني سخرت له حياتي أو استسلمت في إيدين المولى عز وجل إن هو يشكلني كيف ما يشاء في أعمالي يعني اللي أنا بعملها أي ولو إنها يعني ومعدش داريال لسه إن هذه الأعمال قد إيه يعني فلابد إن أنا يعني أتأثر وزعل طب الحادثة دي كانت إيه بقى وكانت إيه ظروفها؟ الحادثة دي أنا كنت بوصل ناس للأستاذ فاروق سلامة والأستاذ مرين مراد كانوا متوعدين مع ناس من الجزائر وحسنوات أي فأنا في الفترة دي ما كنتش برده أدخل نايت كلاب أبدا أبدا فهم كانوا عندي على العشاء وبعد العشاء أنا خدتهم معايا بسيارتي عشان أوصلهم إلى مصرح من مسارح اللي موجود فيها مصرح موجود فيه مونير مراد وفاروق سلامة وسلمتهم على الباب ورجعت أخذوا العربية من على الرصيف الثاني عشان أرجع بيها للبيت فجأت شيطان بسوق عربية معت مدرتش بيه طبعا الناس مسكوه بعد حوالي يمكن سبعة تمانية كيلو بيجروا وراه عملونه مطاردة ومسكوه وكسروا له فوانيس عربية لحد ما قدروا يمسكوه وأودان وأخذت تعويض بعد تقريبا سنتين ثلاثة أو أربعة من الحادثة بس أعدت بقى في الجبس شهور وتألمت جدا من هذه الحادثة يا ربنا سبحانه وتعالى لطف بي فيها لأنكسرت خمس كسور في رجل واحدة فكانت كسور مضاعفة كان بقى ده ده شوفي بقى سبحان الله ربنا بيقدروا بيلطف فعلا كان مين بقى يزورني مثلا وأنا في الجبس وفي المستشفى الأستاذ عبدالوهاب والأستاذ يوسفوهاب لدرجة لا أنسى أبدا عظمة أنا قلت يعني من الناس اللي أسروا في حياتي كمان يوسفوهاب ده زي والدي وعبدالوهاب برضو أبويا قصل مع حضرتك في فيلم من الأفضل اللاعب معايا دور كبير قوي في عشاء الحياة وشلوه مرة بالكرسي عشان يطلع يسلم علي في المستشفى يعني هو شيء مؤثر طبعا كان باشا كان عظيم جدا يوسفوهاب كان عظيم جدا وأثر فيها ولو في حياتي دراسات كثيرة جدا جدا وحكاوي مهمة أوي مثل عبدالوهاب ثلاث مرات يجي يشوفني السبح في المستشفى الساعة يعني في الفترة دي في ناس كتير حسيت قد إيه بيحبوك يعني بيداوموا على زيارتهم لي لهم أهل الوفاء ودول نادرين الأيام دي بسط وفي ناس كتير جدا برضو ما عندهمش حتة الوفاء ولا حتة الانتماء لكن يعني شوفي لما يبقى عبدالوهاب وثلاث مرات يجي تطمن علي ده كمان جاني عبدالوهاب وأنا أعيان وأنا مريض بصوتي في السويسرا كمان قاعد معايا شهر يا خبر أمان والله وفاء جميل لا وسيدة مكلسوم وكل يعني أنا الحقيقة يعني اتدلعت كتير قوي عليهم اتدلعت وممحبوب يا ساس محرم يعني مش من الجمهور بس ولكن من أهل الفن يعني دي حاجة أجمل ظريف قوي شغلولة فن دي ده ما كانت عزل في سلبان يا روحي والسهر مليلي ما كانت عزل في سلباني يا روحي والسهر مليلي ما كانت عزل ما كانت عزل في سلباني حضرتك عدت سنة 92 بمجموعة أغنيات جديدة بتتميز بروح الشباب أولا كيف ترى هذه التجربة الآن وطبعا هيدفعني بعد كده الأسئلة اللي بعد كده أقولك إيه رأيك في المطربين الشبان ونبتدي الأول بالنص الأولاني لا بس مش من 92 ده من أول سنة سبعين من أول سنة سبعين من أول سنة سبعين نقول لأغنية إيه لما عملت لما غنيت لخالد الأمير وسامير الطهر لا تلموني ولا تلموه لا لا تلموني ولا تلموه هي دي بداية الأغاني المتحررة يعني أغاني فيها الإقاع فيها إقاع العصر فيها إقاع العصر وموسيقى تعتبر نقلة بالنسبة للألحنة إلى حد ما الشرقية التقليدية لكن أيوة لكن مصرية ولذلك كل الألحنة اللي من نوع ده بتنجح على طول في سنة سبعين عملت لحني أنا بقى وكلام عطف النمر اللي هو لو كان الأمر أمري لو كان في شيء يدي كنت أقدر استريني الجزيرة ويختفض وبعدين نفس المجموعة دي بتاعت لو كان الأمر أمري معها سبع أغاني كمان اللي هم اللي هم أشهرهم إيه أشهرهم هم هي ماشية الدنيا ودينا ماشيين حياتي وحياتك ساعة مدورة هالرأس جاي جرحتين كده ليه زمان دنيا دورة يعني مجموعة أغاني حلوة وتوالت بعد كده بقى أغاني كلها حديثة باستمرار اللي هي فيها بقى طبعا سلسلة أغاني كثيرة منها مثلا جرح الحباي بيوجع مثلا سيبوا المجروح فهمه يعني أغاني كثيرة جدا بس دي نقدرون عليها لون تاني إنما اللون اللي نقدر عليه نقول إنه فعلا معاصر وكان حديث ونقلة لمحرم فؤاد كانت هي المجموعة الأورانيدي لا 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 تلموني ولو كان الأمر أمري دي البداية كان دي ألحان مين بقى لا لا تلموني لا تلموني ألحان خالد الأمير طب ولو كان الأمر أمري محرم فؤاد أستاذ محرم إيه رأيك بصراحة بدون تحفظ في المطربين الشبان والمطربات؟ يعني هو كل كل اللي إحنا بنشوفهم أو بنسمحهم بيشكلوا عناصر غنائية لكن مش محطوطين في النوعيات اللي يعني تخليهم يستمروا وأنا بتمنى لهم أن يكون لهم ماضي وتاريخ ده اللي أنا بتمنى ليه ما هو يمكن بعد شوية حيبقى ماضي بقى ياريت ده اللي أنا بتمنى الحقيقة هو الرد زكي جدا هتمنى أن يكون لهم ماضي وتاريخ يعني إيه يعني حالك عايزة نستنى بقى شوية قدام عشان نقول رأينا هو بشي عنا لا نستنى أعمالهم هي اللي هتستنى الأعمال لو أعمال جيدة لازم هتستنى وبعدين أي حاجة الجمهور بينتبه إليها لابد أن تكون كويسة نجح مش مشكلة بقى تكون في الليفل مثلا في الدور التالت ولا في الرابع ولا في العاشر مش لازم كل حاجة فنية تبقى طب في القمة أو سوبر يعني ممكن تبقى فيه كده تبقى في الإنباير ستاد ما تبقاش متين وعشرين دور لا فيه لحد عشر أدوار ولحد تسعة وحد تمانية أو ثلاثة واللي موجود دوا ممكن يعمل من الدور التاني أو التالت حاجة يبقى لون تباها زي الألوان اللي أنا عدتها بتاعت الغناء مش مشكلة إن اللي بيغني أو اللي بيعمل نوع غنائي إنه يعني ممكن يبقى طب ويبقى قمة في لون معين مش ضروري أبدا يبقى مماثل لحاجة لأن الفن مفيهوش مماثل يعني مفيش في الفن مقارنات أو منافسات أو مثلا تقارب بين فنان وفنان مش كل مطرب عبدالوهابة مش كل مطرب محرم فؤاد كل فنان له عالمه عروش الفنانين طبقى معهم وطرحلة معهم لا يجلس على عرش فنان فنان آخر أبدا أبدا طب بارته يعني نقدر نقول من من المطربين اللي أنت سمعتهم في الفترة الأخيرة نحطوا ونصنفوا إنه يبقى ممكن زي جيلكم الله يرحمه عماد عبد الحليم كان حيكون حاجة كبيرة جدا آه لولا عدم انتباهته ومصبرته العمله فقط آه والأداءه آه بيعجبني مقدرة متحة صالح آه لكن بينقص متحة صالح التفكير الزهني الزكي آه يختار من اللي يلحله آه هي دي دي مشكلته يعني مهم أن ولازم تكون مشكلته هو آه ولازم هو اللي يوصل لها آه لازم يعرف فين صاحب النغمة اللي تخليه يتربى على عرش الغناء لكن يغني أغاني آه من اللي بتتقال دياً كده وما بتتسيبش أثر ما بتتركش أثر معين حرام عليه لأنه مقدرة وموهبة زكية جداً في حنجرتها المطربات كلهم اللي ظهروا يعني من بعد عفاف راضي ظهرت آه نادية مصطفى ممتازة لأن معدن صوتها ممتاز نتر نقول من الوطن العربي حدثك سمعت دلوقتي مثلاً في أصالة آه مثلاً في آه 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 المطربة الجديدة اللي اكتشفها هاني مهنة أقول لحضراتك دول إيه رائعة يهمني جداً اسم الفنان آه يعني في أسماء آه أنا لا يمكن أوافق على أنها تبقى في الفن آه اسم معين آه ما بيعجبنيش آه ليه؟ آه آه يا ما في أسماء اتغيرت آه في حد مثلاً كان يصدق آه أو كان في حد هل في مثلاً فنانة عظيمة آه وعملت أفلام كثيرة جداً ولها علامات آه آه خطيرة جداً آه وتعتبر من من العمالقة آه يعني تضاهي أو تقف بجانب سوفيا لورين وإستري وليامس وريتا هاورس والناس الأوضاء مقدون آه يبقى اسمها غنيمة؟ غنيمة تنفع؟ لا يعني مديحة يسري أعظم آه مديحة يسري آه اسمها غنيمة آه هدى سلطان اسمها باييج آه يعني الاسم مهم جداً جداً عشان انت سكرتلي أسماء يعني ولكن برضو التأني في كل شيء ممكن يعمل حاجة في استعجال آه وفي عملية آه يعني اللي ممكن يتعمل في عشر سنين آه لما يتعمل في سنة واحدة مضر مش كويس آه لازم يتأنه كإمكانيات يعني بنسمع على كازم السهر بنسمع على أصالة بنسمع بقول هل حضرتك بقى كم مضرب؟ الناس دي كلها ما نقدرش نقول عليهم عشرين لان احنا عايزين احنا بنتمنى ان كل الناس تغني آه بس ساريت نلاقي يعني كان في من فنون يعني احنا عايزين فنون يعني مثلاً كان احنا عايزين علامات عايزين بصمات عايزين اللي يغني يغنينا غنوة لها إطار آه غنوة من أول ما بيتقال فيها كلمة للآخر تبقى معروفة نغم لازم يكون أخاز ونغم لازم يكون حالم وفي نفس الوقت يكون زي ما أنا قلت وجدان من الوجدان مش من الوجدان كل دول أنا أتمنى لهم انه التوفيق اللي بيغني ده حاجة تفرح المغنى حياة الروح طبعاً إنما في فرق بين حد يغني يبقى نجم وفي فرق حد يغني في بيته في القوضة اللي قاعد فيها مع أخواته تحت بير السلم في الحمام في المطبخ في الأوتوبيس في المصنع في المدرسة في حوش المدرسة في الغيط في آه في ليه الناس كلها لازم تغني المغنى جميلة جداً جداً كل واحد لازم يغني كل الناس لازم تغني المغنى جميلة جداً لكن مش كل من غنى يفتكر إن هو حيبقى مطرح حد بيغني لا خلط إنت نقدر نقول مطرب ممثل يعني يشيل فيلم لا قلنا إحنا لسه هنقول لا إنت أقول لي إيه المواصفات اللي يجب أن تكون في المطرب اللي يعمل فيلم وينجح لأن في مطربين كتير وعملوا أفلام ولكن القليل القليل هو اللي نجح إيه أسباب إنهم ما نجحوش لا مفيش بقى دي مفهاش أسباب ملهاش أسباب ومفهاش كيف يكون ملهاش ملهاش محدش يعرف إزاي ملهاش قعدة محدش يعرف إزاي لازم هو يبقى كده حاجة يطلع كده يبقى ربينا مجيوله إحساس القوي بتاع الممثل ومجيوله نجاح ودواهجه كمطرب أنا هقول لك حاجة يعني في منتقى الإخلاص على فكرة مفيش حاجة اسمها حد بيعمل حد ومفيش حد بيقولك بيكتشف حد كل ده كد وكل دي استلاحات فقيرة في المعنى واستهلاك محلي مفيش حد يقولك أنا اكتشفت أنا تبنيت كل ده كلام فريد التبني ده في الملاجئ مفيش حاجات دي كلها مش موجودة الفنان هو اللي بيتبني نفسه وهو اللي بينمي نفسه وهو اللي بيكون نفسه بنفسه وهو اللي بيعرف مقدراته إيه وسككه إيه ولازم يكون نبيه جدا وزكي جدا من غير ما يغري من غير ما يخلي حدي يحظ ان هو زكي ولازم يعرف يختار يعرف إزاي إيه مش قادر يستنى يطول باله ما يستعجلش على رأي اسماعيل هسين ما تستعجلش ما تستغربش في ناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب ولا تكسبش دلوقت الفنانين كده اللي بيغانوا يعني الأتنين أستاذ محارم ما قلت لكش أو ما سألتكش بقية السؤال وقلت لك إيه رأيك في الفيديو كليب أغاني الفيديو كليب أغاني الفيديو كليب اللي اتلعت دي كلها يعني مش كويسها لأن المزيكة بتاعتها مش معمولة فيديو كليب المزيكة المزيكة نفسها مش معمولة مش معمولة كده إيه هو الفيديو كليب أصاقص مش كده فلازم المزيكة نفسها تبقى أصاقص طب وهل دي تستطعمها حضرتك لو كانت المزيكة أصاقص أنا ما استطعمها أنا معرفش إزاي لو فكرت عملها هتطلع لكن أنا بفكر فعلا إن أنا أعمل كل جديد أنا هسألك سؤال عن بريجيت باردو نجمة العالمية بريجيت باردو اللي طلبت منك نص مليون جنيه لكي توافق إنها تقف أمامك في بطولة فيلم سينماي أولاً ليه حضرتك فكرت في نجم الاستعانة بنجمة عالمية وبالتحديد بريجيت باردو أنا كنت بفكر في قصة فيلم عن السياحة في مصر عن السياحة آه يعني تبقى عرض يعني ممتاز للأثار المصرية في إطار فيلم وقصة فيلم فتاة بتتعرف على ولد من ولاد الجبري أنا بقول ولد لأن ولاد الجبري ولاد بلد وجدعان قوي وهو برضو الجمهور يحب يعرف الجبري مين اللي هما مزمولين عن الخيل اللي هما في منطقة الهرم بالتحديد بتوع السياحة آه الترجمة واللي هما فاهمين الترجمان اللي بتوع السياحة دي هما ملوكها يعني فأنا قلت أعمل من خلال هؤلاء الناس العظماء اللي ليهم تاريخ النهاردة أولاد الجبري أعمل قصة فيلم طب أجيب مين تمثل فخطر على بالي أن أنا أعمل حوار أو حديث مع برجيد بردون كنت بعرف فنان اسمه بنزيزو ده مصري وكان عايش في فرنسا كان عرفني عليه الله يرحمه محمد فوزي في سنوات فاتت يعني فأنا رحت له لأنه عنده فكرة عن مشروعات السينما كلها في فرنسا فرحت عرضت عليه الموضوع عرفني على مديرة أعمال برجيد بردون كان اسمها مادام قولجا وقالت لي هي ما عنداش معنى وقارت القصة ترجمناها طبعا قارتها تبسط جدا وقال طلبت نصف مليون دولار بعد ما تكلمنا وتعالت ممكن تبقى تنزل مئة ألف دولار لقيت إن أنا حتعب قوي عشان أروح أمريكا وأعمل كوب روداكشن إنتاج مشترك وأشوف أعمل إيه أنا أنا بيني وبينك ودي أول مرة حقولها برضو أنا بفكر فازل بسروع وأنا أنا ما معايش أي فلوس تنتج لسه كمان أه طبعا بدرس الموضوع الأول ولو عندي أنا نصف مليون دولار أشتغل حاجة تانية أه أعمل حاجة تانية المهم أنا ملقيت الموضوع حيبقى كده فبصراحة قلت لازم أحترم نفسي بس فكرت في مين بقى جنب برجيد بردون كلوديا كاردنالي وروح طلها برضو إيطاليا برضو طبعا أستاذ محرم تفكيرك متقدم جدا وداخل على مستوى كبير أنا من أول فيلم عملته حسن ونحيمة حبيت طلعت في وسط طلعت أقف بجانب عماليك صوفيا لورين وإستر ويليامز وريتا هيورس وفان هوفلين وديفت نيفل أنا الوحيد اللي جاي من الشرق بفيلم حسن ونحيمة أقف في عرض أمام جماهير ألمانيا في مهرجان برلين بتاع السينما الله فكانت نقلة بالنسبة لي في حياتي خطيرة جدا جدا شوفي بقى فلاح ما عندوش فكرة عن أي حاجة يبص نفسه بيتحط في طيارة وتقف وينزل في طيارة أنت عارفة كان لازم تعمل خمس محطات ولا ثلاث أربع محطات خمس محطات تمشي بي خيالاها وأبحث عن صمرة صامتها هيفا أبحث عن صمرة صامتها هيفا تسكن في قلبي تمشي على بري بصطاء وحياة عزيز المشاهد رحلة ممتعة عشناها مع ذكريات الفنان الكبير المبدع محرم فؤاد فتح الفنان الكبير قلبه وعقله لكل مشاهدين في أرجاء الوطن العربي وتحدث عن جوانب لم تكن معروفة لدينا كل كلمة وكل جملة قالها الفنان الكبير كانت من القلب عزيز المشاهد أرجو أن تكون قد سعدت معنا بحكايات وذكريات محرم فؤاد ترجمة نانسي قنقر